بين 18 و 21 فورورد اند بيزنس فوروم رح يكون مشاهدين على كل المهتمين بيتفتيش على عمل وبمواضيع تانية كمان حناخد تفاصيل اكتر من 6000 فرصة عمل لح تنطرح بيها الاربعة ايام وان يوم ضيفتنا هي تانية عيد من كاريرز اند اي سكوير او مدير عام كاريرز اند اي سكوير اللي بتنظم سنويا هالمعرض اول شي بدي لك انه قلبك قوي رغم كل الظروف المعارض عطول اللي بتنظموها بتكون على الوقت وبتلاقي النجاح المطلوب برافو تانكيو تعودنا بلبنان تعودنا بلبنان نحن شعب ما بيستسلم الحمدلله انه ونتأقلم دائما مع كل الظروف ونعمل رياكشون سريعة وبالعكس ونكبرتوا المعرض السنية يعني ايه الحقيقة السنة المعرض هو من اشمل اللي مننظمون انفاكت فورورد هذه السنة لكلتعاش بدنا ما ننسى انو صار عمره تلتعاشر سنة صار مستقطب لحديثي اليوم اكتر من نصف مليون زائر خلال 12 سنة ومقدم اكتر من خمسين الف فرصة عمل والسنة راجع اكيد بزخم وبنشاطات جديدة ومن هون مثل ما اشرت في ستالاف فرصة عمل ان كان للخرجين الجدد او كمان لكل شخص مش مبسوط بالعمل اللي هو فيه وعم بنبش على فرصة افضل وهالفرص العمل هنه باللبنان وبالمنطقة كيف في صعوبة ان يكون عندك شركات من خارج لبنان تشترك بالمعرض؟ طبعا مع الظروف اللي عم بمر في البلد وكمان الموضوع الحذر اللي معمول للاخوان العرب بالمجيء على لبنان واجهنا اكيد مشاكل كتير لانه كتار كانوا حبين يكونوا موجودين قد ما بنعرف قديش اليد العاملة او الكافيات اللبنانية مطلوبة ولكن بالرغم من هذا الشي فيه عدد كبير من الشركات خاصة الشركات الكبرى العربية يلي عندها كم هائل من الوظائف اللي رح تكون موجودة معنا وبعدين بدنا ما ننسى انه الشركات اللبنانية بغالبيتها عندها فروعة عندها فروعة خارج لبنان وخارج من هون الوظائف المعروضة هي لا لبنان ولا خارج لبنان تانيا سني كمان كبرته بشق تاني هو انه عم تعملوا شيء للمرة الاولى بيصير اللي هو الـ HR او Human Resources Summit اكزاكلي الحقيقة هالحدث لأول مرة بيصير بلبنان ورح يستطيع في 18 اختصاص بمجال الـ Human Resources جايين خصيصا على لبنان بقسم كتير كبير منهم هنه اجانب رح يتشاركوا مع اكتر من 100 HR صار مسرجل لحده اليوم بهالدورة رح يتشارك وإذا بديك أحدث التقنيات بعالم الـ Human Resources يعني ستكون مثل محاضرة سيكون جدل سيكون ورش عمل ورش عمل ورش عمل ورش عمل ومن وين جايين هالـ 18 HR هن من شركات دولية جايين من يوروب ومن الخليج ولكن على شركات يعني هن على رأس شركات دولية أهمية الحدث أنه اليوم كمان نقدر نساعد الشركات إذا بديك تقدر تحافظ على الكفاءات الموجودة عندها وتعرف كيف تستثمرها وتساعدها تقدر تكون منتجة أكتر وبهالطريقة من نكون ساهمنا إذا بديك بالإنتاجين وبإبقاء الأدمغة في لبنان جذبهم والمحافظة عليهم كمان بيزنس السنة هادي برغم من دورته الثالثة إذا بديك قدر يستقطب عدد كبير من البارتنرز معنا على رأسهم مصرف لبنان يلي اليوم مصرف لبنان من ضمن السياستو تسهيل القروض للشركات الوسطى والصغيرة وكمان لكل شخص عنده حلم وحابب يحققه ويخلق شركته الخاصة بالإضافة لمصرف لبنان عندنا عدد كبير من المؤسسات والهيئات الاقتصادية من ضمن غرفة التجارة اللبنانية غرفة التجارة البحر المتوسط غرفة التجارة اللبنانية الأمريكية إيدال كفلات أسماء كتير كبيرة ومعروفة أنه يكون بالمعرض لحتى يساعدوا بشو؟ يساعدوا بيتشجيع أصحاب الأفكار أو أصحاب الشركات الصغيرة الحاجة؟ يساعدوا من خلال الخبراء والخدمات اللي عندهم إياها أنه كل شخص اليوم حابب أنه يفتح البزنس طبعه يساعدوا إن كان من خلال قروض من خلال الاستشارات من خلال برامج تدريبات الترينيج كيف بدوا يقدر يعني يأسس هالمشروع وإذا شركة صغيرة وحابة توسع أو تطلع خارج الحدود اللبنانية من خلال شبكة علاقاتهم من خلال الفرانشايزينج وإلى ما هناك يساعدوهم أن يقدروا يتطوروا وبالإضافة كمان لعدد كبير من الشركات اللي بتكون موجودة وعم بتقدم خدماتها والبرودكت تبعها والاستشاريين لكل شيء ممكن تحتاجه شركة بطور التأسيس أو التوسع يعني هالمعرض مفروض يهم لكل عاملين كمان على يعني مع المعرض بيتزامن مع المعرض البيجنوري أنتروبرنر اللي عاملين لقلو يعني من جهة بانلز ومن جهة كمان موزعين جوائز على الأنتروبرنر الأهم بالعالم بلبنان ولا بالعالم العربي لا هن كلهم لبنانية كلهم لبنانية ولكن ممكن يكونوا عايشين خارج لبنان أو بالغالبيتهم يعني بيكون البزنس تبعهم منتشر من هنا الأبجيكتف هذه الثالث نعملها للفيجنوري الأبجيكتف من وراها أنه الواحد يقدر يدوي على شخصيات ناجحة يستفيد من تجربتها ومن خبرتها ويتعلم شو كانت إذا بدك المشاكل اللي واجهتها وكيف قدروا شو بدايتها وانتلاقتها اللي عملوها لأنه هتعطينا شوية أسماء اللي اخذينا أورتس أو لا الحقيقة عددهم مثل ما قالنا 19 من ضمنهم في أربع وزراء مكرمين والباقيين هن شخصيات لامعين يعني بفضل أني ما أدخل بالأسامل لأنه إذا بنعددهم كلهم بيخلص وقتنا ولكن أكيد كلهم شخصيات كثير بحبوا أنه يتسمعوا عليهم وفيهم يشوفون على الويب سايت تابعنا على فكرة كمان إذا الكل بيتسجلوا قبل ما يزوروا المعرض لأنه هيك بسهلوا عليهم الدخول سريعا بقى فيهم يفوتوا على forwardforum.com أو lebanonbusinessforum.com ويقدروا يتسجلوا للمعرض والجلسيات هكي دهري بيفوتوا بسهلوا لأنه المعرض يعني سنويا بيستكتب 50 ألف زائر ومساحته 10 ريف متر مربع وبين بيزنس وفورورد عنا أكتر من 250 عارض وخبير يعني أحسن واحد يكون عنده فكرة كمان شريح يشوف حتى يسهل عليه وما يترك حاله لأول يوم ويشوف كل شيء يقدر يلاحق تانية عاملين كمان بانلز خاصين بالأنتروبرنور هو هالساكسسفل بيزنسمان بيخبروا عن الساكسسس من خلال بانلز كمان في عنا السفارة الأمريكية من نظم بانل راح تخبر عن الانتروبرنورشيب حسب بالأمريكا نواي يعني اليوم موضوع دعم الأنتروبرنوريا صار رائج بالعالم كله لأنه هو حل الخروج من الركود الاقتصادي كونه بيساهم بخلق فرص عمل وبتحريك الاقتصاد من هون راح نقدر نتعرف على الطريقة الأمريكانية للأنتروبرنورشيب كمان مثل ما قالت عدد كبير من هالم مؤسسات من ضمن مصرف لبنان وغيرها كمان راح يعملوا عدة ندوات ولقاءات ووركشوب تاي خبروا كيف الواحد بيقدر يستفيد من القروض تاي يقدر تستار اف هز اون بزنس ان شاء الله بيكونوا كلهم موفقين لكم 18 21 مثل ما سمعتوا تانيا ندوات تمرين ورش عمل معارض وفرص عمل لكل المهتمين forward forum هو الويب ساعت اللي فيكون اشتركوا في القناة